بعد أن بات جزءاً مهماً في حياتنا اليومية، وبات استخدامها يتزايد يوماً بعد الآخر، تظل معظم مخلفات منتجة البلاستيك، وخاصة الأكيس التي لا يمكن التخلص منها، العمر الذي يجعلها عبءاً كبيراً على البيئة، وخطراً يهدد حياة الإنسان والكائنات الأخرى التي تعيش فيها. في هذا الصدد، دعت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إعادة التفكير بشكل كامل في طريقة استخدام البلدان للبيئة أكثر من مجرد تبني إعادة تدويره في ظل ارتفاع إنتاجه وزيادة معدل التلوث الناجم عنه في جميع أنحاء العالم. مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أشرت إلى أن المسودة الأولى لمعاهدة دولية مستقبلية حول تلوث البلاستيك، من المتوقع أن يتم صياغتها بحلول نهاية عام 2024، لافتة في الوقت ذاته، إلى أن الهدف من تلك المسودة هو التخلص من أكبر كمية ممكنة من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وكذلك استكمال تدشين ترسانة حماية المحيطات في العالم، والتي تضمنت اتفاقية تاريخية لحماية أعالي البحار. يأتي هذا في الوقت الذي أشرت فيه تقارير إلى تضعف الإنتاج السنوي من البلاستيك في العقدين الماضيين ليصل إلى 460 مليون طن، كما يمكن أن يتضعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتغير شيء. وعلى الرغم من ذلك، يتم عادة تدوير 9% فقط من البلاستيك حول العالم، إذ تنتشر النفاية البلاستيكية بجميع أحجامها في قائل محيطات وعلى قمم الجبال.